تخوض قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومات الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية معارك متواصلة ضد ميليشيات الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران على امتداد جبهات مديرية نهم شرق محافظة صنعاء وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة أن عشرات العناصر الحوثية ساقطوا بين قتيل وجريح بين إيران أبطال الجيش الوطني والمقاومات الشعبية خلال المعارك فيما استعاد أبطال الجيش كميات من المعدات والأسلحة والذخائر المتنوعة بالتزام استهدفت مقاتلات التحالف بأربع غارات مواقع وتعزيزات للميليشيات الإنقلابية في مواقع متفرقة بمديرية نهم وأسفرت عن سقوط قتلى وجرح في صفوف الميليشيات وتدمير عدد من الآليات